لطالما ازدحمت وسائل الإعلام العراقية بتصريحات نارية لقادة ميليشيات الحشد بين الحين والآخر ضد ما يسمونه الوجود الأمريكي يدغضغون بها مشاعر العراقيين الوطنية الرافضة لبقاء قوات الاحتلال الأمريكي على الأرض العراقية تصريحات قادة الميليشيات تجاوزت أحياناً إعلان الرفض إلى التهديد باستهداف القوات الأمريكية مثل ما فعلت ميليشيا حزب الله في العراق قبل أشهر بل إن هذه العامري زعيم ميليشيا بدر وتحالف الفتح البرلماني أكد قبل أيام عدم السماح بأي وجود عسكري أمريكي سواء أكان بقوات برية أو قواعد جوية متوعداً بسن قانون في البرلمان يقضي بإخراج تلك القوات من العراق غير أن تناقضات الواقع السياسي في البلاد باتت أوضحة من أن تتجاهل أو يغضى الطرف عنها فالرجل نفسه بعد يوم واحد من تصريحه الذي هاجم فيه ما سماه مهادنة الوجود الأمريكي عاد ليبدي مرونة أذهلت المتابعين وبعض أنصاره إذ رأى الوجود الأمريكي أمراً واقعاً لابد من التعامل معه واكتفى فقط بالمطالبة بأن يكون ذلك في سياق اتفاق بين بغداد وواشنطن القوات الأجنبية موجودة أمريكان استطعنا أن نخرجهم من الباب ولكن عادوا من الشباب ويجب علينا أن يكون لدينا طرح واضح وخطة واضحة حتى إذا قررنا أن تبقى قوات أمريكية يجب أن تبقى بتوافق باتفاقية من خلال البرلمان العامري عبر بصدق عن حال التناقض الظاهري بين المصالح الأمريكية والإيرانية في العراق والتي تخفي نوعاً من التنصيق والتعاون بين الطرفين وأيضاً بينهما وبين أتباعهما في ملفات سياسية وعسكرية عديدة فلا ينكر أحد أن ميليشيات الحشد الموالية لنظام طهران كانت في حربها ضد تنظيم الدولة تتحرك تحت غطاء جوي أمريكي بل إن القوات البرية الأمريكية بحسب تقارير ميدانية وتأكيد وسائل إعلام غربية معروفة شاركت في بعض المعارك دعماً لهذه الميليشيات العلاقة إذن بين الطرفين تقضع لحسابات المصلحة المتبادلة بعيداً عن شعارات الاستقلال الوطني التي يروج لها ميليشيويون أكدوا مراراً ولاءهم لنظام الملالي في طهران وليس للعراقي ولا لشعبه